مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع ضيفي الشيخ حازم أبو ريشة الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني لعشائر العراق أهلا وسهلا بك شيخ أهلا بحضرتك بداية شيخ نود تقديم نبدأ مختصر عن التحالف الوطني لعشائر العراق التحالف الوطني لعشائر العراق التحالف لكل القبائل والعشائر العراقية الوطنية أنشئ بعد احتلال العراق سنة 2005 بعد التداول مع كافة العشائر العربية والكردية وتركومانية كافة العشائر العراقية الوطنية التي تؤمن بجلاء الاحتلال وتؤمن بوحدة العراق أرضا وشعبا وبعد اللقاءات المستمرة مع وجهاء وشيوخ عشائر العراق بدأنا بإنشاء التحالف الوطني لعشائر العراق وأهداف كثيرة منها الخلاص من الاحتلال وما نتج عن الاحتلال من تماسك للوحدة الوطنية العراقية لأنه نعتقد بل نجزم أن العشائر العراقية لها دور ضمن الوضع الحالي لها دور إيجابي برص الصفوف ومدء جسور المحبة والتآخي بين العراقيين من الشمال العراق وعلى ذلك أسس التحالف الوطني لعشائر العراق الذي يمثل نسبة كبيرة من الشيوخ وجهاء عشائر العراق من الشمال إلى الجنوب بلا استثناء الشيخ حازم هل أسهم هذا التحالف في استقرار الوضع الأمني في العراق؟ نعم على الأكيد التحالف شارك بعدة فعاليات وهي لقاءات مع الأهل بالداخل والخارج المشاكل والنزاعات التي تحدث نتدخل بها بشكل إيجابي لحل وفض النزاعات ما نتج عن الاحتلال شيء رهيب وكبير فوق ما يتصور العراقيين والنقلة اللي ينتقل بها العراق من مرحلة إلى مرحلة أكيد ولدت عدة مشاكل وعاهات داخل العراق لذلك التحالف الوطني لعشائر بدأ من اللحظات الأولى على مستوى الأشخاص حتى أنشئ التحالف في سنة 2005 بدأنا الاتصال بأهلنا بالجنوب والوسط والشمال والغرب نحثهم على التكاتف وعلى المحبة وعلى الترابط الاجتماعي الموجود كما تعرفون العشائر العراقية مرتبطة ارتباط واسع وكبير منها التزاوج والتصاهر وعلاقات العشائر وصلات القرابة والعشائر المنقسمة ما بين الجنوب والوسط والشمال فهذه الحالات حقيقة استثمرناها من أجل إدامة وبقاء العراق نحن نعول على التحالف أنه كتلة حقيقة لأنه كل المنتمين للعراق هم من العشائر بغض النظر عن خلافنا مع بعض الناس اللي يرون أن الحل العشائري هو حل غير منطقي ولكن نرى أنه على العمر الواقع حاليا العشائر هي حقيقة الضمان الوحيدة لاستقرار العراق هل حاول التحالف الضغط على الحكومة أو على البرلمان لتحسين الوضع الأمني؟ التقينا بعدة لجان من البرلمان العراقي حقيقة ومن الحكومة العراقية وأبدينا وجهة نظرنا بعدة مسائل على صعيد المواطن بالداخل وعلى صعيد النظام السياسي الموجود بداخل العراق وعلى صعيد الجالية العراقية والمهجرين العراقيين بالخاج فالتقينا بعدة لجان وكانت الردود مختلفة منها إيجابية ومنها من لم يستجبلها شيخ حازم ما هي مهام التحالف؟ التحالف الوطني لعشائر العراق عليه مهام مثل المهام التي تلقى على آتق كل القوى الوطنية داخل العراق ومنها هي لقاءات أهنة وبحث مشاكلهم على المستوى الداخلي والخارجي لأن العراقيين أصبحوا أجزاء بالخارج والداخل اليوم في دمشق أو في سوريا في القطر العربي السوري لدينا مليونين أو أكثر من العراقيين وهذه بحد ذاتهم دولة أو كيان كامل فهذه ما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية ومشاكل سياسية بدأ التحالف أخذ بعين الاعتبار على المشاكل التي تتعرض إليها الجال العراقية بالخارج والعراقين والتواصل بالداخل المسألة الطائفية وهي المسألة البغيضة التي يعالجها التحالف بكل قوة لأن العشائر وأبناء العشائر لا يمكن أن يصبحوا أو يكونوا طائفيين بحكم ثقافتهم العشائرية الثقافة العشائرية تحرم تحريم كامل الطائفية فهذا التواصل حقيقة نبحث وننمي هذه الظاهرة عند أبناء العشائر لدرء الفتنة الطائفية من أجل مد جسور المحبة مثلما أنا عشيرتي في الغرب المناطق الغربية قسم منها في المناطق الغربية وقسم منها في الجنوب وهكذا العشائر العراقية مجنزئة تكون على مذاهم مختلفة وتكون على أشكاء مختلفة وتكون على ألوان مختلفة ولكن نحن نرتبط بترابط عشائري والترابط العشائري عند العراقيين هو أقوى الرابط من أي روابط أخرى